بالنسبة لهذا السؤال سوف ايش بحكيه يقول find the indefinite integral indefinite integral اللي هو الانتغريشن ونحن لا نعرف الليمة الانتغريشن يعني لا نعرف ايش النمبر هل هو الانتغريشن from 1 to 5 مثلا or from 5 to 9 فال indefinite integral رح نحن عن indefinite و indefinite بس احنا درسنا indefinite indefinite يعني without limits لا نعرف ايش ال value of the lower limit ونحن نحن عن هذا الموضوع very soon ماذا الانتغريشن تبع هيك فنكشن زي هاي مثلا ماذا الانتغريشن تبع هاي الانتغريشن 10.1 كنا نفك هاي براكت يعني كانت هاي perfect square كنا نفتحتوه براكت او نستخدم الفورملا اللي هي بتصير 4x squared plus 2ab اللي هي 2 times 2x times 5 يعني plus 20x plus 25 وبعدين نعمل اها integration لكل هاي زي هيك ونوزع dx ونوزع الانتغريشن بس هلا لا هلا بدينا نستخدم ال rule في عنا فورملا الانتغريشن لهيك فورملا انه يكون عندي براكتس مثلا زي هاي وجوه والبراكتس يكون linear expression يعني 2x مثلا plus 9 أو 2x minus 9 to the power of n مش مشكلة لانتغريشن تكون 7 9 بس جوه يكون linear expression الشرط يكون linear expression اوكي يعني مثلا integration خلينا نخذ اكزامبل مثلا او لحكي 10x plus 4 هذا linear expression ليش linear expression لانه x is to the power of 1 اوكي فاحنا هذا درسنا على linear expression الانتغريشن تبع linear expression بس يكون الpower hole مثلا to the power of 9 to the power of 10 يكون number زي هيك هذا الو formula شوف الفورميل خلينا نشوف الانتغريشن formula sheet تطلع شوف الانتغريشن formula sheet بقول لك هاي هذا هو الثالث وحدة بقول لك الانتغريشن تبع براكتس ax plus b يعني اي اشي بجوه براكتس يكون linear form مش quadratic ولا cubic لازم يكون linear to the power of n عادي نفس الانتغريشن الطبيعي هاي plus b هاي طبعا b مكتوبة مستطرة ثانية بس اكتوبها كلية هنا عشان تشوفها انت n plus 1 plus c عادي بعمل كأنها عادي يعني بعمل لدي n plus 1 over n 1 بس بقسمها على coefficient of x ال coefficient of x هاي هي الرول اطلع عليها كامل مرة شوف هاي الرول هيا هاي اذا كانت integration اكتوبة ax plus b to the power of n عادي بعملها كأنها x to the power of n شو الانتغريشن طبع x to the power of n صح بتصير x to the power of n plus 1 over n plus 1 صحيك هاي نفس الشيء باعتمر كل عادي بعمل كأنه x فبتصير ax plus هاي كتوبة الأسود plus b شايف to the power of n plus 1 over n plus 1 بس بضرب او بقسم الانسر على a على coefficient تبع ال x اوكي خلي نشوف هاد اكزامبل عشان تكون موضوع اكتر من الرول شوف كيف الاكزامبل فطلع هاد الاكزامبل بلا كون فاند the integration indefinite integral فهذا الانتغريشن زي ما انتشاف الانتغريشن هاد تسلينا الانتغريشن اوكي squared فكيف سوى الانتغريشن according to the rule بتقولك الرول عادي بتعمل الانتغريشن تكتب 2x plus 5 to the power of احفظ منيح 2 plus 1 over brackets 2 plus 1 عادي كأنه نفس ال power rule اوكي بس لأنه عندك انت هون linear expression بضرب ال denominator by the coefficient of x بهذا النمبر بضرب هاد النمبر بنزله تحت خلص شو بتصير بتصير هاي equal to 2 تحب brackets 2x plus 5 to the power of 3 y y y plus 3 times 2 he 6 plus c high integration خلينا نشوف كيف نحلو بالmark scheme طلع المارك scheme شوف كيف عمله بالmark scheme تقول لك إذا جموا لbrackets linear expression ax شايف x to the power of 1 طبعا ايه زي ما انت شايف to the power of n عملها integration ايه دي بعتبر انها كلياتها هاي كأنها x يعني اعتبرها فكر فيك انها x ساحب تصير x to the power of n plus 1 over n plus 1 طبيعي ال integration هاي شايف فكذبنا هاي ax plus n plus b to the power of n plus 1 over n plus 1 بعدين بضرب denominator by the coefficient of x شو ال coefficient of x زي ما انت شايف a هايها فبنزل a تحت وبضربها بهذا الانزر plus c هاي الرول let's apply the rule لتطلع هاي اللي question عندي هاي اللي question عشان اعمل integration عادي بكتب زي ما هو هاي كتبت زي ما هو وبكتب ال power plus 1 فبصير 2 2 2 plus 1 over هايها 2 plus 1 وبضرب denominator by the coefficient of x هاي شايف اللي هي 2 بضربها في 2 هاي ضربها به 2 اكي simplify it 2 plus 1 3 times 2 هاي 6 2x و 2x plus 5 to the power of 2 plus 1 اللي هي 3 هايها plus c هايها done هادي هو ال question هاي اذا كان عندي هلا integration ستارك في term integration إذا كان مش بس x squared ازا هيك أو x cubed اذا كان بدان x expression linear expression بس درسنا على linear expression مش مطلوب منك ك standard level أكثر من linear expression حسنا خلي ناخد كمان question تشوفها نعمل عليه كمان practice حسنا حسنا this question يعني you're understanding out of 7 stars تبلي star أو 2 stars أو 3 stars حكي لكم من star you understood this question out of 7 إذا حطتلي 7 stars يعني you understood it 100% حسنا حسنا